أنت لماذا لا تصلي ما هي العداوة التي بينك وبين رب العباد حتى لا تصلي له ماذا فعل الله لك حتى لا تسجد له ما هو الشيء الذي أنت لم ترض به عن الله حتى تأبى أو يأبى جبينك أن يسجد لله سبحانه وتعالى سؤال هل فكرت ولو لدقيقة واحدة في نفسك في جسدك في أعضاء جسدك أنت لا تسجد لله وهو الذي يرعاك أنت لا تسجد لله سبحانه وتعالى وأنت تحيى على أرضه والشمس تشرق بأمره وتغرب بإذنه سبحانه أنت لا تسجد لله وهو الذي أسقاك الماء وأطعمك ومنى عليك بالصحة والعافية والأبناء هل تحب الله تقول نعم أحب الله سبحانه وتعالى وما دلالة الحب إذا كان أمرك بالصلاة وتأبى هل دلالة الحب أن يقع في قلبك ولسانك أحب الله ثم لا تتقدم خطوة واحدة للصلاة فأنت لما تقول أنا أحب رب العباد سبحانه وتعالى أين الدلالة إذا أنت تمنع جسدك أن يتقرب لله سبحانه هل جربت القرب من الله عز وجل شانه وخذلك سؤال هل جربت الأنس بالله عز وجل شانه وألقى في قلبك الوحشة وألقى في قلبك أن تستوحش من الناس هل جربت أن تهمس في أذن الأرض طلبا لله سبحانه وتعالى وقربا إليه ثم أبعدك الله جل وعز هل جربت لذة العبادة هل جربت أن تسجد لله وأنت بلهفة تشكو إليه الحال تريد الصحة الصلاة تريد العافية الصلاة تريد الأنس بالله الصلاة فالأنس بالله سبحانه وتعالى يغنيك عن الناس كافة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تترك الصلاة متعمدة قال عليه الصلاة والسلام لا تترك الصلاة متعمدة ثم قال فإنه من ترك الصلاة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله وهل أنت تريد أن تبرأ منك ذمة الله سبحانه وتعالى فمن الذي هذا يحتويك بذمة إن كان الله قد برئ منك جل وعز وتقدس الله عز وجل جعل الصلاة نور بل جعلها مكفرة للذنب أرأيتم لو أن على باب أحدكم نهر يختصر منه خمس مرات هل يبقى من دراني شيء يعني الأوساق قالوا لا قال كذلك الصلوات إذا توضعت تتساقط الذنوب عنك لآخر قطرة يعني الوضوء مغفرة للذنوب والصلاة ركوع وسجود تتساقط عنك الذنوب كأنها جبل فوق رأسك وأنت بركوعك تتساقط أجمل من هذا ماذا تريد فإذا السؤال لماذا لا تصلي سل نفسك أنت لماذا لا تصلي النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حافظ عليها أي الصلوات كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له لا نور ولا برهان ولا نجا تصور وكان في يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان هل أنت تريد أن تحشر مع هؤلاء كلنا في يوم القيامة نحتاج لحجة ونور وبرهان تصور الصلاة جماعة الثلاث النور والبرهان والحجة فإذا أنت تركتها ما تملك شيء أمام الله سبحانه وتعالى الصلاة تغسلك تنقيك تطهرك يكفي أنك في الصلاة تقف بين يدي الله نصيحة أخي لي ولك كل إنسان يعلم بعلته كل إنسان يعلم بعلته لكننا نحسن وضع الأعذار نحن أمة تفلح بوضع العذر حتى نتعلق به ونلتمس لأنفسنا حجة لكن لا يوجد عذر لك بترك الصلاة مهما بحثت أن تبحث لك عن عذر لن تجد لك عذر تعلم لماذا؟ لأن الله خفف عننا الصلاة والصلاة قرب من الله وأنس من الله وحج لك وبرهان لك ونور لك يوم القيم وتكفر الذنوب وتسقط عنك الذنوب حينما تركع وتسجد وحتى الوضوء يغفر لك الذنوب فلماذا لا تصلي؟ إذن أنت كأنك نصبت العداوة مع الله فألترضى أن تكون بهذا الوصف كلنا يعترين الكسل لكن جاهد نفسك يجب أن تقاوم نفسك حتى تدخل في رحمة الله الله عز وجل يدخل برحمته سبحانه من يرى منه الاجتهاد أما النائم فهو الذي رضي على نفسه من أراد السيادة ترك الوسادة من أراد السيادة ترك الوسادة وسيادة الدين أن تقف لله رب العالمين وسيادة في الجنة أن تقف لله رب العالمين وسيادة في الدنيا أن تقف لله رب العالمين شكرا